مدينة تضج بالحياة اشهر المدن الاسبانية بعد مدينة مدريد وبتعداد سكاني يفوق الواحد فاصل ستة مليون نسمة يتحدث سكان مدينة برشالون عدة لغات منها الكاتالونية والاسبانية وهما اللغتان الرسميتان في المدينة بالاضافة الى اللغة الانجليزية التي تنتشر بشكل كبير بين سكان المدينة خاصة في قطاعات التجارة الدولية والسياحة تطل على شاطئ البحر الابيض المتوسط حيث تنحصر بينما صبعي النهر بيزوس ويوبريغات وتبعد 120 كم من جبال البرانس وهي ثاني اكبر مدينة في اسبانيا من حيث الديداد السكاني ومن اكثر المدن اكتظاظا بالسكان في اوروبا عند البحث عن تاريخ مدينة برشالونة وجدنا معلومات مختلفة بعض التقارير تقول انه تم تأسسها على يد الفنيكيين او القرطاجيين وبعدها الاخر تصرح بانها تأسست على يد الرومان هذا وقد عرفت مدينة برشالونة باسم بارسينونا في القرون الثلاثة التي احتلها القوت خلالها حيث اصبحت مركزا دينيا مهما حينها قبل وصول المغاربة لها الذين غيروا اسمها الى برشالونة في عام 717 ميلادية ليأتي بعدها رئيس وزراء الخلافة الاموية في قرطبة ويقوم باقالتها عن طريق قوات المنصور عام 985 ميلادية ثم تدمرت المدينة على اثر الحرب مع الفرنسيين بعدها ومن ثم عادت برشالونة في معباد لتزدهر من جديد الامر الذي ادى بمطالبات سكانها في الاستقلال عن اسبانيا وهذا ما حصل عليه في عام 1931 ميلادية باعلان برشالونة عاصمة للجمهورية الكاتالونية واليوم تؤكد برشالونة مكانتها كمدينة كبرى حيث تتركز ثلاثة اربع الصناعة في مقاطعات كتالونية في مدينة برشالونة حيث توفر خمس الانتاج الصناعي في اسبانيا وتستقبل ربع الاستثمارات الاجنبية في اسبانيا حيث تطور النظام الاقتصادي لمدينة برشالونة منذ القدم عندما سيطرت الصناعات النسيجية على اقتصادها وساهمت في تطوير باقي الصناعات الحالية كصناعة السيارات والالكترونيات والمستحضرات السيدلانية كما تحسن مستوى التعليم في اسبانيا بشكل كبير في السنوات الخمسة والعشرين الماضية من خلال الزيادات في إصلاحات الانفاق والتعليم النظام التعليمي يجتمل على المرحلة الإجبارية والتي تكون لغاية مرحلة الثانوية الإلزامي التي تكون مجانية تليها مرحلة التعليم الثانوي العالي ثم الجامعة ويمثلان المرحلة الإختيارية ليست مجانية ولكن الرسوم الدراسية منخفضة زيادة على هذا تعتبر تكاليف المعيشة في برشالونة مرتفعة عن باقي مدن اسبانيا ولكنها منخفضة مقارنة بمدن أوروبية أخرى إن كنت تريد السفر إلى برشالونة أبشرك أنها من الأماكن السهل التنقل بداخلها فيمكنك التنقل فيها إما سيلا على الأقدام أو على الدراجات ويمكنك أيضا أخذ متر الأنفاق أو تأجير سيارة الأجرة لا تقلق أيضا بخصوص الطقس هناك في برشالونة تقع في المنطقة المعتدلة الدافئة لذا فالطقس في برشالونة عموما معتدل طوال السنة ويجب أن أخبرك أيضا أن برشالونة إحدى أهم المدن السياحية في إسبانيا بل تعتبر وجهة رئيسية لآلاف السياح حيث تتمتع بعدد كبير من المعالم السياحية من متاحف أثرية وأماكن طبيعية ومنتزاهات وغيرها والتي سأعرفك بها الآن بدءا من كنيسة الساقرادا فاميليا لقد قطى أنتونيو جاودي أكثر من أربعين عاما في بناء هذا المعلم المدهش في برشالونة وهو عبارة عن كنيسة كاتوليكية تقع في حي الساقرادا فاميليا لا تزال الكنيسة قيد الإنشاء وتخطط الهيئات للانتهاء منها في عام 2026 الكنيسة ضخمة جدا وهي من المعالم المذهلة التي يمكن أن تستمتع برؤيتها هناك حتى وإن لم تستكمل بعد لذا فلا تفوت زيارتها أشهر قلعة في إقليم كتالونيا على الإطلاق كانت على مدى سنوات العصور القديمة تعرف على أنها سجن ويعود تاريخها إلى القرن السابع عشر تتميز بجمال تصاميمها الرائعة التي تمزج بين العديد من الفنون المعمارية القديمة منها الرومانية والأندلسية حديقة جويل تعرف أيضا بإسم بارك جيل برشالونة وتصنف كواحدة من أكبر الحدائق في جنوب قارة أوروبا تتكون من حدائق جميلة والهندسة المعمارية المذهلة في الجزء العلوي من الحديقة يمكنك الإطلاع على مناظر خلابة لمدينة برشالونة وتحتوي الحديقة على مجموعة من المقاعد ذات الألوان النابطة بالحياة ملعب كامبنو اسم برشالونة مرتبط بفريقها الشهير فريق برشالونة لذا يعتبر ملعب هذا الفريق العريق والمعروف بملعب كامبنو من أهم أماكن السياحة في برشالونة خصوصا لعشاق رياضة كرة القدم ومحبي هذا الفريق على وجه الخصوص تبلغ مساحته الإجمالية حوالي خمسة وخمسين ألف متر مربع ويتسع إلى حوالي مائة ألف متفرج ويعتبر من أجمل أماكن جذب الصوار السياحية في برشالونة كما يمكنك المرور بمتحف نادي برشالونة الواقع بجوار الملعب رحلة إلى برشالونة دون التوقف عند بعض المتاحف لا تجوز فبرشالونة موطن لواحد من أفضل المتاحف الموجودة في العالم وهو متحف بابلو بيكاسو الذي يحتوي على ما يزد عن أربعة آلاف قطعة فنية من أعماله ولقد كان هذا المتحف أول متحف مخصص لأعماله وهو الوحيد الذي تم إنشاؤه حينما كان بيكاسو ما زال على قيد الحياة هناك متحف آخر يجب عليك زيارته ألا وهو متحف الشوكولاتة الذي يقع بالقرب من متحف بيكاسو والذي يوفر لزواره متعة الزيارة مع معروضات جميلة قد بنيت من الشوكولاتة لأبرز المعالم التاريخية في برشالونة ويمكنك أن تحصل في نهاية المطاف على قالب شوكولاتة كأدية تذكارية من المكان حديقة لا سيوتا ديلا هي مكان رائع للإسترخاء تعد الحديقة من مناطق الجذب السياحي الرئيسي في برشالونة حيث تضم مجموعة من الأماكن الجذبة والتي منها حديقة حيوانات ومتاحف ونافورة مياه كبيرة وقطار ركاب وغيرها من الأماكن الجذبة مما يعدها واحدا من المعالم الرئيسية التي يجب أن تكون على جدول الأماكن التي تستحق الزيارة خلال رحلتك حديقة حيوان برشالونة تحتل المرتبة الأولى بين حدائق الحيوانات في إسبانيا وتصنف على أنها من الأقدم من نوعها في العالم تقع في منطقة سيوتا ديلا تمتلك عددا هائلا من حيوانات الناذرة كما أنها أصبحت في وقت قليل من أكثر الحدائق جذبا للسياح في إسبانيا أكواريوم برشالونة يعد أكواريوم برشالونة واحدا من أكثر المعالم الرائعة التي يتميز بها إقليم برشالونة ومن أجمل الأحواض المائية في العالم ويحتوي على أكثر من 450 نوعا من المخلوقات البحرية باختلاف أشكالها مؤزعة بين الأحواض الكبيرة والأنفاق المائية من أجمل النوافير الراقصة في إسبانيا والعالم تقع في حي مونجويك أحد أجمل الأحياء القديمة في برشالونة وأعارقها وتتميز بتصاميمها التي تشبه بحيرات النوافير الرومانية وتعتبر من أجمل الأماكن السياحية في برشالونة قوس النصر يعد قوس النصر واحد من أروع معالم السياحة في برشالونة الأثرية وأبرز رموز وأيقونات إقليم برشالونة الرئيسي على الإطلاق وما يميزه عن غيره من أقواس النصر في العالم هو نمط تصاميمه وفنونه المعمارية البعيدة عن الطابع العسكري ليس هذا فقط فهناك مناطق ومعالم سياحية أخرى في برشالونة بوسعكم زيارتها واستكشافها كساحة بلازا وساحة كتالونيا مبنى كازا باطلو حديقة برشالونة النباتية ولمحبي طرفه مدينة ملاهي تي بي دابو